هنتكلم على حاجات قدامنا الإصابات ايه سببها ايه يا ملعب ملعب تدريب اه اه او ملعب المباريات ايه يا حمل زيادة اه يا تفاوت في الأحمال مش كل الأجسام بتتحمل الحمل اه يا اما اه اه سلوك مسؤول عنه اللعيب اللايف ستايل بتاعه اللايف ستايل بتصهر ما بتصهرش متوتر اوي زاد عن اللزوم بيبان على ادائك وبيبان على نومك وبيبان على حياتك ها ثم اجهاد اجهاد ايه بقى مش المباريات بس اجهاد الترحال والصفر احنا بنقعد هنا على الكورسي يا سيد ابراهيم عشان نفك بناخد لنا ثلاث اربعة دقايق نتيجة القاعدة الطويلة بنفضل نقوم كده ونمشي رجلينة ونعمل عشان نعرف نخرج نمشي فما بالك بناس عمالة الشنطة يعني ادوبك بتتغسل عشان يخش هدوم نظيفة وتبقى جاهزة يخدها ويتكل على الله ييركب اتوبيس بالساعات ييركب طيارة بالساعات يعمل ترانزيد بالساعات وكلها فيه مناخ مختلف حر وبرد كل ده مؤكد بيستهلك الناحية الصحية لللاعب والناحية العضلية هذه الاسباب مش هتخرج عن كده ثم يأتي دور العلاج اذا كان العلاج تشخيصه سليم يبقى براء الدكتور لانه بعد كده التأهيل اول ما شخصنا عرفنا التأهيل هيتعمل ازاي طيب اذا كان فيه تضارف التشخيص يبقى لا طيب احنا هنقول الجهاز الطبي طيب واللاعب اللي بيسافر المانيا بتقعد لها بالستة شهر وبالسنة ها مادي بسافر المانيا بتاخد رعاية انا عايز اقول لك على حاجة يعني رامي ربيع لحد النهاردة مرجعش ها بيبتدأ لكن مرجعش ماروان محسن عاد له جي سنة ويدوبك بيتعافى يعني كمعدلات بدنية يعني المسألة وقابليهم طبعا عمر جمال وقابليهم وبعدين تجد ناس بتعمل الصليبي وتتعالج هنا في مصر وترجع بعد ستة شهر وتكمل وواعدين واحد يقول لك ده نجمة هاي او يقول لك ده عامل اتنين صليبي ماركودش تسمع عنه حاجة فلابد ان يكون هناك اهتمام بدراسة هذه الظاهرة وذا طلعت ان كل الاسباب دي مش مسؤولة يبقى القدر لا دايما الزواهر الكبيرة ملهاش سبب واحد ايو ما انا بقول لك انت ممكن تكتشف ان كل اللي انت بتقوله ده موجود مساهم في الموضوع ده بعشرة في المية وده بعشين في المية كل واحد داخل بنسبة علشان يخلقوا هذا واحد مشكلته في الصهر فعنده اجهاد عضلي واحد ارضية الملعب مش مناسبة بيه واحد البناء العضلي بتاعه من الاول وهو في النشئين ما كانش مكتمل ما يستحملش نفس الجرعة بالظبط واحد ما بيتحملش الضغوط العصبية الشديدة التواطر يعمل له كده يعمل له صابه ما ليه وارد بس انا اللي انا عايزه ورشة علمية تبحث هذه الظاهرة عشان تفيد النادلة انه ممكن انت تكتشف انه زي ما انت بتقول ارضية الملعب فيها مشكلة طب ما نبدأ ان نتعامل معها او الاحمال التدريبية او ضغط المباريات انت عارف بحمل غير مجتمع اللي بيخليني ابرق شوية اللي احمال حاجة واحدة اه ان الاهلي معدلات اللي يقتل البدنيه اعلى من كل الفرع اللي بيقابله يعني حتى المباراة اللي اخسرناها مبارح كان فيه لجاد مسؤول عن بعض المواقف اللي واحد ضد واحد لكن الاهلي هو يضغط لاخر دقيقة ويضيع جون في اخر ثانية في المباراة جون طلعه بترطيف صابعه ويعود ويعود يتأخر ثم يعود الماتش هنجيله بس خلينا لا انا مش اكلم على ماتش انا مش بحلد اه انا بقول ان دي فيها معدلات رياقة بدنيه يعني لابد من الدراسة لان قد يكون كل عنصر من العناصر دي مساهم بنسبة انا هنا لا يجب ان انا اكتفي برأي مدرب لانه المدرب هيبرق نفسه فيما يخص الاحمال والاهلي عنده مدرب اجنابي في الاحمال البدنية حد مشهود له بالكفاءة من الجهاز اللي قبل كده كمان فبالتالي لا يجب الاكتفاء بانه الجهاز الطبي ده الجهاز الطبي يا جماعة الدكتور ما بيعورش اللعيبة الدكتور بيعالجهم الدكتور جايله اللعب مصاب قد تكون هناك مسئولية للجهاز الطبي فيما يخص التأهيل وتوقيتات العودة او المدة الزمنية المطلوبة للعلاج ممكن ده يسأل فيه الجهاز الطبي لكن الاصابة الدكتور ما بيعورش الدكتور بيعالج وجايله اللعب مصاب ايه سبب اصابة اللعب هو ده السؤال اتمنى ان لا نكتفي كنادي بدفاع مدرب مدرب حتما لازم ان هيدافع عن نفسه كل المدربين اللي قبل كده دافعوا عن نفسهم فيما يخص توالي الاصابات لكن انا اتمنى انه يبقى فيه رأي علمي يتعرض للموضوع كله ويقدم حل ترجمة نانسي قنقر